السلام عليكم وزيكم جماعة عاملين ايه؟ ما عايز اتلو بس منوك وطلب لو حد يعرف حد في مستشفى سيد جلال او الدمرداش او الاصر اللي عينة فرنساوي او الاصر اللي عينة اي حتة او اي مستشفى يتكون فيها رعاية خاصة او حتى معهد ناصر الوقت اتبا اكلمكم من معهد ناصر ياسمين اختي طبعا انتوا عارفينها وهدى للك اخواتي من امي مش من ابويا الباباهم تعبان جدا 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 وجبنا هنا معهد ناصر عنده الكبد وتعبان جدا 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 وعنده الصفرة ولازم يخش وعنده السكر 600 ولازم يخش الرعاية خاصة اللي وقت مو دخلوه رعاية هنا مؤقتة لمدة ساعتين ودلوقت بقالنا فوق من الساعة ثلاثة العصر وهم بيدوروا على رعاية في اي مستشفى مش لقين طبعا المستشفى الخاصة اللي عاية فيها بدلت تلاف جن اليوم فهيجيبوا من الانترال تلاف جنيه اليوم احنا مش محتاجين فلوس من حد الحمدلل احنا كل اللي محتاجينه حد يشوف لنا رعاية تكون تكون على قد ايدينا كده عشان نقدر نودي اش خاطر في المستشفى هنا الاسف مفيش مكان احنا مش لقين اي مستشفى فيها مكان تاني صلنا ب137 كل شوية هنتتسل بكم بلغكو هنتتسل بكم بلغكو ومحدش للاسف بيتسل بنا فلو سمحت لو سمحت لو حد يعرف مستشفى فيها رعاية تكون سحرها كويس يعني ما تكونش غالية قوي او اي مستشفى حكومة سيد جلال زي ما قلتلكو او معهد ناصر او او الاصر عيني او الديمرداش فيها مكان ياليت يبلغني رقم تليفوني 01060666626 اه وبعد اذنكم محدش يتصل بها يقول لي على دعم او على حاجة في الوقت الحالي خالص اني انا دلوقتي باكلمكم وانا في المستشفى وقعدة في الشارع انا وبنتي يعني انا بكلمكم اهي امي قعدة اهي وشيلة بنتي وياسمين جنبها ماشي هو الرجل ده يعني انا بعتبره زي ابوي ان هو برض اللي مربينا وانا واقلوب منكم ان تدعووا ان هو فعلا بيموت هو يعني سبعين سنة رجل كبير من الصغير فتقولوا يا جماعة ربنا يخفف عنه ويقوم بالسلام ان شاء الله وارجوكم لو حد يعرف مكان رعاية او يقدر يدبرنا رعاية في اي مستشفى يبلغني ارجوكم 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 شكرا لكم كلكم وربنا ما يجبوكوش حاجة وحشة ولا تعدوا نفس الاعادة اللي احنا عايزينها هذه شكرا لكم